لا نكمل ذلك كثيراً جوجد المرات وصافي اللي بقى غير جوج مرات ومن بعدها نقدر نتخلص من هاد بنادرة سنخرج من هاد الخدمة وننشي نقلب على شي خدمة اخرى نخدمها بالحلال ونتعلم من اخطائي قلست ونسيت ساكي واخديت منه الفلوز حسبتهم اكتربي بزاف من خلصة ديالي اكيد ان ايهاب نستاعدي ونستاعدي خلص كثيراً على قبل شدود دوجت ودخلت المنطق والثاني منعز ديك الساعة وحلمت راسي في الضلام وخايفة بالذات حليت عينيها لقيت اختي جالسة تحفظ قلت لي هاش حال في الساعة قالت لي ثمانية اوه من ثلاثة دلعشية وانا ناعسة قالت لي يا مخدمتيش قلت لي هلا شافت تاني نخدم في دار المتعة قالت ود الحرام قلت لي ها يلا هنوضي نوضي لبسي حويجك نخرجه جاوباتني دابا فين نمشيو اغل ناكله في شي مطعا نزوين ونشريو حويجي جداد فرحاته قالت لي يا وخا خرجت مع اختيو مشينا لريستوران قريب نقلسنا بحال الناس واخدينا الموني واختارينا اللي حبينا براحة تامة اول مرة نخسروا الفلوس هاكا شرينا اللي احتاجيناه وشرينا صفات لدك سكيري اللي غادي يكون كيتسنانه باش ينكد علينا ورجعنا للدار وفعلا نلقيناه كيتسنانه قبل ما يهضر جبت الصفات ومندق النوع اللي كيعجبه اخداه بلا ما يشكر الفلوس شحالك تبدي المفوس بقينا كنشوفه في الحويش انا واختي واللي لاحظت انها فرحت بستاذ باش نفعوني المبادئ انا في دارنا كنت كنا كل عصاب فاهور دابا على الاقل كنا كل عصاب الفلوس داز هادا كننهار وانا مهتنا نوعا ما ماشي بحال قبل والغد لي مشيت للخدمة شاف في يا موسيو احمد وما قال لي يا والو ما يكون غاسئها بوصاه بقيت خدامة وكالعادة ما قدرت معا حد تيقار زويل ودازت سيمانة وايهاب ما بانش قدامي ما عندي ماندي واحد نهار كنت خدامة حتى سمعت التليفون كيصوني ونمره بريبي ما قدرتش نجاوب ميكت اكيد ما يكون غادة كايهاب جاتوا الحالة يجلدني عاو التاني الله يلقيها لي ادعيتوا لله جيت نخرج اسمعت التليفون كيصوني جاوبت هاد المرة قال لي يا اكرام لا باس قلت له شكون معايا قال ضغيان سيتي صوتي انا جلال الوقت توقف في هاد اللحظة وما بقاش كيتحرك ايش جاي يقول جاي يشوف واش البنت اللي تعلقات بيه فكات راسها من ذيك المصيبة اللي وحلها فيها ولا الله قلت له شنو بغيتي قال لي يا اكرام انا توحشتك بستاذ انا لك كان بغيت قال لي يا تسنيني انا مبغيتش نبقى هنا بغيت نعيش معاك للابد قلت له انا بغى منك حاجة واحدة قال لي يا امري قلت انساب اللي عرفتيش ينهار وحدة اسميتها اكرام وما تعودش تسوني في هاد النمرة وهو يقول اكرام انا غنعودك ونديك اقطعت عليه التليفون ما فهمتش بقينا وجه جاي كيهضر وكأنه ما دار حتى حاجة دمر لي يا حياتي لو كان عرفتي يا جلال فين وصلني الطمع ديالي وصلني لطريق ما من النهار جوع شفت في التليفون لقيته مازالكي صوني وقعود اطفيت التليفون وكملت طريقه وصلت للدار ولقيت اختيك تسناني قالت لي يا مالكي قلت ليها جلال صوني علي اليوم قالت مازال عنده الوجه اللي يخليه صوني قلت ليها تخيلي قالت وشنو قالك قلت قلت بغاني نتسناه حتى يجمع الفلوس ويجي ونتوجه قلت ليها شوف يا شينا ونصحك واحد من نصيحة عمرك تقيقي في الراجل وهي تقول لي صبعاتك ماشي بحال بحال قلت ليها معلاش مازالك الدافع عليهم واش ماشفتينيش اجداز عليها قالت لي يا عندك الحق وش حال تقالك مع هادك الوحش قلت ليها جوجد المليون جوجد المرات وغدا نرتاح دوز هادك الشهر بودو وقلت ليه وقلت ليه معياش جاهلته ووصل النهار الخلاص وشديت التور كالعادة وتفاجأت من اللي وصلت بالزيادة في الخلصة ديالي ما حاولتش نسول المحاسي باش منديرش البلبلة للعمال الخرية حنيت راسي ومشيت حتى الوحب النهار جاه عندي حمد والتحنى علي وقال ليه من اللي تديري بوز طلعيه عند السوكرتيرا راه هكا تقلب عليه قلت ليه واخا اعرفت شكون باغلني بالضبط وبقات دقات قلبيك تزيد حتى وصل للطاق طلعت لفوق وقالت ليه السوكرتيرا دخل سيئها براحكيت سمناك ادخلت لعندو خير شاف لي وضحت ما بقاتش نظرتوه ليه شيطانية بحل قبل قال ليه اكرام لاباس قلت له الحمد لله قالوا ليه باللي بغيتيني قال ليه اولا ما عاجبانيش هاد الوساطة بيناتنا فين ما بغيتك كان صيفة قشلة ديال الناس عندك قلت له واشنو المعمود قال انا شريت لك تليفون باش نبقى نبدرو فيه اي لا بغيتش حاجة تضمت وثانيا قولي ليه بعدها واش عاجبك قلت له ولكن ربينا فيه غالي قال ما بغيتش نسمع هاد الهضرة واي حاجة تبغيها قوليها ليه نجيبها ليك ولو تكون تحت الارض قلت له وعلاش هاد الشي كله وقال احيت انا كنكون فرحان ومتاح معا وبغيت نشكرك قلت له ركش كارتيني من اللي جبتي ليه البوليز قال ليك انت متطرب انسايدك الشي دابا انا مستعد نوفر ليك اي حاجة بغيتيها بشرط تبقى معايا نكون عاشقة لك يعني قال تقدري تقولي هادك مستعد نعطيك عشر الاف درهم كل شهر شنو رأيك قلت له اللي بيني وبينك دين وصافي نهار غيتسال الدين غتسال العلاقة بناتنا خرجتو خليتو قالت لي يا شايماء مالكي قلت ليها تخيلي قال لك بغا يبقى معايا ديما قالت وشنو قلتيله قلت ليها اكيد الله قالت غلطي اختي من اللي قلتيله لا قلت ليها وش تسطيتي وش يسحابلك عاجبني الحال معايا قالت لي ما قصدش دك الشي ولكن هو دابا اكيد غيشد دمعك الضط بعد ما رفضتي وغادي يرجعي بتزك من جديد قلتلك من قبل سيريه حتدت اخدي منه دك الشي اللي بغيتي وديك ساعة غبريه من حدا قلت ليها فنا دارك هدي بتزني قالت هادي ما فيهاش الشكل قلت ليها رعيت وهي تقول ليها وفارج قريب اختي وريتها شنو جاب ليها وقلت ليها شوفي التليكون قالت ليها شفتي هادا ربا ينطيح فيك بالعمى ومستعد دير اي حاجة طلبتها قلت ليها ردك الشي اللي قال قالت انا منك نبقى نطلم منه ونستغلوه مزيان هادا اقل مقابل قلت ليها رقال ليها غنعطك عشرة لاف الشهر قالت حلفي مستي انتي انا بلاستك نقبل ببساطة قلت ليها شنو هاد الهضراء علاش كتحسيني بلي الشارك ما عندوش قيمة عندك قالت ليها الفلوس اختي في هاد الدنيا هوا ما اكتر حاجة عندها قيمة وش فخبارك بلي ديك عشرة لاف درهم ممكن تقدك وديري بها عمالية تردك بريس قلت ليها هاد التفكير ديال بنات الزنقة وما عاجبنيش قاع انا ضحيت براسع ليكنتي باش تقراي وتوعي قالت ليها اشترتي بهم تقتي بهم في انسان مخلاك ومشا كيقلب على الفلوس قلت ليها سكتي قالت ليها هادي هي الحقيقة اللي مبغيتيش تجو فيها بعينيك قلت ليها انا اللي غلط حيت شكيت البرهوشة بحالك سيرت حفظ حفاتك واخر مرة نسمحك تهضري في هاد المواضيع نطلت وخرجت لقيت التليفون جديد كيسونة ايه هادي قال بوصوها قلت له اهلا قال فكرت في ذلك الشي اللي قلت له قلت له فكرت قال لي وشنو قررتي جاوبته انا موافقة قال لي يا مسيان قلت له ولكن عندي شروط ايها قال لي يكن سمعك قلت له تعطيني دوك الوراق ديالتي قال لي يا نعطيهم ليك قلت له مسيان ايه دان احنا متفاهمين دابا وهو يقول عندي ليك وحد الشرط حتى انا قلت له شنا هو قال لي يا بغيتك تخرجي من الخدمة قلت له ولكن ارا في الدار عارفين اني خداما قال لي يا اصلا شكون غاي سوولك قلت عندك الحق شكون دهفيا انا وهو يقول في نراك يدابا قلت له في الزنقة قال لي يا ندوز عندك نمشي ونتعشاو قلت له لا رخصني نرش على البطار ما بغى مشاكيل مع اخويا وهو يقول لي يا ايه دان فدان تشوفو في دارنا ما تعط ليش عليا وبالنسبة الخدمة انا غادي نتكلف بصمت باش ما يسيقوش الخبار في داركم باللي خرج شي منها قلت له اوكي بسلامة رجعت للدار ولقيت ختينا حسن تبكيت حتى انا وبقيت كنفكر نهرب من اللي عطاني الوراق المهم عدا نتصرف بهدو وكأني بالصح قبلت اناني نكون معا الصباح فقت وصيبت راتي وخرجت مشيت بالتجاه دار المتعة جبت السوارت وحليت الباب ودخلت ملقيتوش تمام طبعا اش غايدين هنا مع الصباح بكري سديت مورايا الباب وبقيت قندور فرطار حتى وصلت للبيت منها بالولياش يسيكان تمام مشيت قلبتهم لقيت فيهم كثاود كل الأنواع شو نيز دوني شو بياض شو حمر اتجاهلتهم من بعد ما طللوا لي الدم وبقيت جالسة وجات بالي ان انهاب ممكن يكون حاط الوراق هنا بقيت كنقلب في المجر والمارية حتى لقيت شي حوايج اللي كان غايوقف لي القلب فيهم صوت بحال هاداك اللي كيجلدو بيه وواحد لعيبك يديرو هالكلاب في العنق وحبال وموز وميناط مين جابك ع هاد الشي كوش وش دوليا هادا ايلا بقيت معاه هادي اقتنى ردي بالك اكرام انتي رخاسك تاخذي الوراق وتمشي وقلست كنت سنى تعطل بالساف حتى الداني منها سعلى ديك الناموسية حتى فيقني وهو كيف يفرنس قلتلو تعطلتي قال لي يا كنتي تشغلي راسك بشي حاجة تكوني كطاي ولا تفرجي فتلفادة قلتلو واخا فينا هما الوراق اللي وعتيني بيهم قال لي يا جبتهم ها هما شديتهم وانا فرحانة واخيرا غدا نتهنى من العداد كنت كنت سنى غير الفرصة اللي غادي يسالي فيها هاد الحيوان شغله باش نمشي في حالي وما يعودش يشوفني من بعدها تماده بزداف هاد المرة دار لي يا المينوت ودار لي يا ديك اللعبة في العم وبدأ كي يجرني بيها حسيت عنقي غايت تقلعه وما كفاش غا هاد الشي بزداف وشبد موث وبدأ كيشرط لي فخدي كان كيشوفني كانت حده وهو زايد كيضحك وفرحان بحالتي كمل وخلا فخدي كله دم وبدأ كيفقني وانا كنت راعد بحالي لحسبي اللي اخر مرة وبغاني نبقى عاقلة عليها شد واحد الفاصمة وبدأ كيمسح لي يا رشلي ممتر من الضغية وهو يشدني قال لي يا فين غادة بديت كان بكي وبلت له بغيت نمشي في حالي صافقنات بقى هنا حتى يوصل وقت الخروج من الخدمة قلت له انا عيانة قال لي يا اكرام قل سي الارض دخالي دووش وما تعطلش بالساف توزلي على راتي وباثي وخرج نضغي يلبس تحويجي وجمعت الوراق فساكي وخرجت واخيرا غنسالي هاد الأعداد مشيت كان جري للبطار وخبعت الوراق مع أخوتهم حييت تحويجي وبانو لي يا الجرحات ففخاضي طفيت التليفون اللي جاب لي يا إيهاب واش نور اللي غادي وقاع من اللي غايعرف إيهاب اللي ما غا نرجعش لي مرة أخرى حليت تليفوني ولقيت فيه بزا في المساجات من جالي خي طاب ماشي رسائيل انا بغيت غير نفهم حاجة واحدة واش هاد عبط ولا استعباط زعمة واش جاحت لهاد الشي اللي لحني فيه ووجه لزها يمر والله ما فهمت لقيت موكالامة من حمد خليهم الموش طابل ديك الخدمة حتلقى على البحر سديت التليفون حتا هو باش نرتاح وغمت عيني ونعست الأول مرة فقط في الصباح حتا العشرة ما صدعني حت نت لقيت أبو العريف قالص وهو يقول صبحنا على الله ما مشيتيش تخدمي قلت له واقول غاصبح الخير خرجت من الخدمة تهنيتي قال لي ايش هاد الهضراء واش تسطيتي وشكون غايخدم عليك قلت له غانبقى بالجوع سيدي نكد على الصباح صباحات والله دخلت للكوزينة وفطرت وخرجت مشيت لبيتي وبقيت تمامة شوية بدلت حويجي ومشيت حليت كونت حطيت فيه الفلوس رجعت للدار وبقيت فيها محتاجات أختي بقيت كنسوولها على القراية وبقيت كتجاوبني ببورود قلت ليها مالكي معايا قالت انتي اللي بغيتي ما تدخلش في سوقك قلت ليها انا تهنيت من المشكيل قالت ليها بالصح خديت من عنده الوراق ديال الدولون سالينة صافي قالت ليها الحمد لله وبقيت انا وياها كنهضره وعاوت ليها كل شي بقيت سمانة في الدار حتى الوحد النهار سمعت مميك كتعيت وكتقول لي يا راشي وحدك كتعيت ليها خرجت وانا قلبي تقبط ماللي شفت سوكرتيرال مش قومة في الباب وهي تقول ليها اكرام اجي معايا ربغاك السيئة قلت ليها ما نمشي فين قالت راه في راس الدرب كيت سنك الى ما جيتيش غايتطر هو اللي غايجي حسن ليك يا الله قلت حتى تفكيت منه وها هو رجع تاني وما فكرتش انه ممكن يجي حتى للدار مشيت لقيته في الطوموبيل ركبت معاه وبعد من الدرب وقال ليها علش طفية تليفون قلت له باش ما يسمعوش دارنا راه ما بغيتش المشاكيل قال ولا ما بغاش تهضري معايا قلت له ايهاب انا كانت حدب رك مرة تاني راه ما شي حياتها ديك ديك المرة جرح تيلي يا رجلي والله اعلم المرة الجايش غاديدير قال لي يا يا قلتلك غنعوضك قلت له جيزمي تشوه كله بسبب شدودك قال اه عليها ايضا سديتي التليفون قلت له انا ما بغيتش غدا نجيل عندك قال لي غدا تجي قلت له لا ايهاب ما غنجيش وعافك نساني ونصيحة مني لك سيقلب ليك على شي طبيبي يداويك حيات هادا كره مرد قال انا ما مريدش قلت له مريد قال لي اكرام غنت سناك غدا قلتلك ما جاياش قال لي غدا تندني قلت له ما بقى بيناتنا حتى حاجة وكل واحد فينا في طريق قال لي كنت عارفك غديري هكا وغدا تغدري قلت له انا ماشي غدارة ولا كلبة تلعب بها انا را انسان فهم قال كنت ناوي نعيشك اميرة ونعطيك اللي بغيتي لو كنتي سمعتي مني ودرتي داك الشي اللي بغيت ولكن انتي غدرتي ودا بغا تطر نوريك الوجه الاخر ديالي قلت لهش غدير غد فضحني انت غد فضح غراسك قال لي لا ولكن ما زال بيدين دخلك الحبس قلت له اش كتقصد قال حيت انتي امي يوما قارياش وحساب ليك را كتخلصتي من الدين ولي معرفتيش بلي الوراق اللي عندي هي فقط اوراق فرعية والورقة الاصلية اللي كتدينك راها ما زال عندي يعني اللي عندك انتي فزقيهم وشرب المدية لهم قلت له يعني كنتي كتفلع لي قال انتي اللي غدرت يا اكرام ماشي انا قلت له وشنو بغيتي مني قال لي هاكدك شدي قنت وباركة من تفرعين انا ماشي مكلخ باش تديرها بيا وحدة بحالك ما تنسيش راسك ديري عقلك نهزك فوق راسي استعملي كيد نسى وتقول لي تبالك على قتناج النه قلت له عندي ليك راجاء عافك ما تعدبنيش راني عييت قال لي انا عارف مزيانش كان دير ها احنا وصلنا لحومتك يلا نزلي وغدا الصباح للقاك في الدار نزلت من الطموبيل وانا ما هزينيش رجلية وانا اللي كنت فرحانة انني ساليت العداد وايامه ورا ايامه انا كان مشيت لدار المتعة كان مشي وانا كانت سنى الجلاد ديالي يملشي نهار وهو لا مل ولا كل زايد فيه وعارف مين شادني كان ارجع مهلوكة للدار كرهت راسي وكرهت الظروف اللي خلات واحد بحال ايهاب يدير فييا هادشي واحد نهار فقت الصباح ولقيت فييا الدم كان فييا الحريق على غير العادة شربت مسكينات وما بغاش الحريق يمشي حسيت ان هاشي حاجة ماشي عادية كاينة باينة الاعراض ديال الحرام بانه اما شي مرض في الرحم او حمل الى كانت لولا الحمد لله النور بيبغي يكفر علي سيئاتي في الدنيا اما الى كانت تانية فهديك خدا تكون مصيبة وفي كل احوال اول شخص فكرت فيه حلية المشكيل ويديني لطبيب هو ايهاب خديت تليفوني وصونيت لي جاوبني وقالي يا نعم قلت له انا فييا نازيف خاصك اديني لطبيب قال لي خرجي انا عشرة دقيق ونكون معاك قلت له واخا وخرجت بلا ما يحس بياشي واحد ومشينا لنفس المصاحة ديال ديك المرة ادخلنا ومشاهدر معهم شوية لقيته جاي هو واحد الطبيبة ودخلوني لواحد البيت قالت لي يا نعسي على واحد البياس شوية وهي تقول ملي عارفة راسك كاين عنف ليش كتحملي بغديري اجهاد وخلاص قلت ليها ولكن انا را ما قدرت له اجهاد لوالو قالت علش ما كنتيش كتشرب الكينا وقال ليها ايهاب انا اللي كان خاصني نعلمها هي ما عارفة شفدك الشي وهي تقول له الطبيبة كل مرة كتجيب لي واحدة وتقول لي هي ما عارفة وعلو شي نهار تموت شي واحدة بهاد الشي كل مرة يعني جايب قبل مني بزاف ديالبنات انا كنت عارفة انه اللي بحال ايهاب ديب وضحاياه كتاب وهي تقول الطبيبة راها دارت اجهاد والمرة الجاية قد تفكر الكينا ورجعت للدار ودخلت للبيت نيشان ونعست وبقى كل نهار كيصوني سوول فيا ما كرهتش نموت ونتهن ونسألي هاد العذاب ومن بعد شهرين وليت لاباس ورجعت عود تاني لها داك العذاب ولكن هاد المرة ركزت معها راسي وبدت كنشرب الكينا وواحد نهار كنت راجعة من عنده وأنا نطلقى واحد سيدة كنعرفها كنت خدامة معايا وقالت لي لا بس اكرام فين غبورك ما بقيتش خدامة قلت ليها خدامة في معمل اخر قالت ليها فخبارك راجعت واحد البنت ولات علينا بباترون قالك مرت مول الشاركة صراحة رهز وينا قلت ليها مرتو جاني عجب هو مزوج وش باغي مني انا مازال قالت ليها المرة قالك ره خطيبته ومازال ما دارو العرز قلت ليها غنخليك تعطلت بسلامة خاطب بنت العز وانا مخليني المتعة صنانية باش نمشيل عنده وفعلا مشيت وقال ليها توحشتك قلت له مبروك قال ليها علاج قلت له على الزواج اضحك وقال لي يوم من بعد قلت له غتبني حياتك وانا قال ليها انتي شنو قلت له حتى انا بغيت نبني حياتي ما غنبقاش حياتي كلها عشيقتك قال ليها وشنو بغيت قلت له بغيت نعيش حياتي قال ليها انا ما موافقش انت تعيش حياتك عادي وانا نبقى محبوسة قال حسبي راسك دخلتي للحبس عادي ولكن حبسه زوين وفيه الفلوس قلت له انت كل شي عندك كيتقاس بالفلوس انا ما كيهمونيش الفلوس شبع بيهم قال ليها عليها متعلق بيك قلت له وزواجك قال سمعين يا اكرام انا خاطب قبل ما نتعرف عليك غير بروتوكول وديما العاشقارة كتكون عزيزة كتر من الزوجة يعني انت مقامك كبار عندي قلت له انت كتحكم عليها بالاعدان وهو يقول ايش دخلك لهاد الهضرة خلينا نتمتعه هو ما مصوقش اصلا لزواجه هو لقى الكلبه ولا الدمية اللي غادي خرش فيها عقاده وبقيت معاهدك النهار وحتى هو ما مشاش واستغليتها فرصة باش نسوله ونشوف اشنه اللي خلاه يكون هاكا قلت له ايه هاك عمرك فكرتي تمشي للطبيب قال لي يا علاش كتسولي قلت هاد الشي ماشي طبيعي لو كان قاعلي مزوجين هاكا كون كل شي تطلق قال انا مشيت للطبيب ولكن انا فرحان حيت انا هاكا وعاجبني الحال وما بغيتش نتغير قلت له والطبيب قالك هاد الشي طبيعي قال الطبيب بقى غيرك يخرف وقال لي ياب اللي انا معقد من والدية ما شي هادرةه فارغة قلت له والديك واش واش بك كين سادي قال لي بالعكس مطلقت منو كنت مازال صغير من اللي سمعت هكا تقول عليه ماشي راجل خلينا من هاد الهضراء ايش دخلك انتي في خصوصياتي قلت له سمح لي ده بعد فهمت سمح لي ده بعد فهمت منين جاه هاد العنف كله تعقد من والديه وجاه باللي العنف هو وسيلة اللي تخليه يبان راجل معقد ومفرغ فيه انا عقاده ده زعام وانف هاد العداد والعن الفايت بحال اليومه بالضبط تصدمت اول صدمة في حياتي من اللي عرفت باللي جالان خدا فلوسي وغرقني في بير ما عرفتش كيفاش غنتفق منه ومن بعد ايام وفي حياتي الروتينية خرجت نتسخر من اللي رجعت لقيت حدا دارنا اخر انسان كنت كنت تخيل اناني نشوفه هو شا حمو لحمو رجع ولا نقي شوية اه هو دي الاوروبا خلاه يتنقى قربت منه بشوية هو شافني وحلفهم مو بالفرحة اهه واش فرح لي يا حيت غرقني جالان بالفرحة عايط لي يا اكرام قلت له شنو بغيتي قال لي يا انا جيت حت توحشتك انا سمحت في كل شي علاقه بلك انت يا اكرام وجيت من جديد باش نعوضك على قاع العذاب اللي شفتيه في حياتك قلت له قاع العذاب انتا اخر واحد تهضر على العذاب سمعت هو يقول جالاه اكرام انا را ما غنخليك تحتاجي حتاشي حاجة تيقي بيوسم حيليا قلت له ساليتي هو يقول لي ما عمري ما غادي نمل مل هضرة معاك قلت له بسلامة سير رجع منين جيتي راني دايجة قلت ليك انا ما بغاكش سير في حالك عصبني هد بنادم ومشيت ادخلت للدار وحطيت الصخرة شفت في الساعة لقيت هالسبعة قلت فين شات شي ماء تعطلت بزاف ادخلت للبيت وانا لقى وحد الورقة فوق ناموسية حليتها وانا تصدم لقيت فيها اختي الغالية اكرام اود ان اشكرك على كل ما فعلته من اجلي صدقا كنت الوحيدة التي صبرت من اجلها في هذا المنزل اللعين فقد صبرت على مصائب اكبر من عمرك اما انا فلا اريد ان يكون مصيري مثلك اود ان اقول لك انني قررت الرحيل من هذا المنزل الى الابد لا تبحث عني اختك شي ماء ايش هاد المصيبة اعلاش درتي هكا شي ماء اعلاش اعلاش ضيعتي راسك كنا غادي حلو مشاكلنا اعلاش كتضيع كل شي اخديت التليفون دغية وصونيت الايهاب قال لي وي اكرام قلت له ايهاب اعتقني اختي هربات من الدار وقال لي ايش غاندير لها انا قلت كيفاش ايش غاندير خاصك تعاوني نلقاها قال صيف طيلي ايش يفوتو ديالها وغا نشوف ايش غاندير قلت عافاك القاهالية وغا نبقى خدامة تحت رجليك العمر كله وهو يقول لي غا نشوف ويا ربي ما تنسيش هاد الوعد وقلت له كنقسم ليك بالله حتنو في بيه وهو يقول واخا اقتعت معاه ونطل عند ماما نقولها ليها نقيتها جالسة معدك بنادم وكتوكل فيه الله هي يكن فيه السم قلت ليها ماما بغيت نهدر معاك بوحدنا وهي تقول لي غادري هنا علال بحال بباك قلت ليها وحاشك بغيت نقول لك بلي رشاي ماء طجات من الطار وهي تقول لي يا موي الله يغبر ليها الشقف البرهوشة الخرة لا لا يردها الله يتبعك ليها ونتهن منكم بجوج وانا نقول انتي ما عندك حتاد الردية الأمومة واش كتبيعين على قبل هذا هذا غي ياخد قاعدك شي اللي عندك وغي لوحك واش ما كتحشميش وهي تقول لي يوني سمعيني يا هاد السلقوطة انا دفنت شبابي مع باكم وصبرت وخدمت عليكم حتى كبرتكم ودابا ما تسالوني غصلت على النابي واللي بغت فيكم تخرج هالباب ما طيقتش هاد الشي اللي كنسمع خرجت وقيت كنقلب عليها وحتى واحد ما شافها تقهرت حي تمشات حيث هي اللي كانت باقة ليه في هاد الدنيا ما كانش خاسني نقص عليها انا اللي خليتها كارها هاد العيشة بسباب الشك والدائمة ديالي دازوا يومين ورجلية طابوا بالدوران والتقلاب ومشيت عند ايهاب اللي تعصب حيث غبرت عليه وهو يقول لي ايش هاد اللعب قلت له واش ملقتيش لي اختي قال لي يا ملقيت هاش بدرت مجهودي وهوالو وقال سمعيني مزيان هي حرة تدير ما بغت فهاد الدنيا كل واحد حر وصلت للدار وانا لقى جلال حدا الباب كيت سنى قلت له ايش بغيتي تاني انتي عارفة شنو بغيت علاش ولا قلبك قاصح هاكا قلت له الباركة فيك انت اللي قصح تيه لي قال لي يا اي كرام خلينا ننسى وكل شون بدوما جديد قلت له انسى شنو انسى باللي علقت عليك الامال وخيبتيه ولا لحقاش جمعت معاك كل ريال باش نبني معاك الحياة وهدمتها ولا نسى الدين ديالربعة المليون اللي خليتيه فرقبتي واللي كان ممكن يديني للحبس قال لي يا انا مستاعد نخلصوليك واش تسلفتي من عند شي حد انا غنردهم لي قلت له تردهم له فات الفوت تعطلتي بالزاف قال لي يا كانت رجاك اي كرام انا مستاعد ندير اي حاجة باش ترجعي لي غنكون عبد ليك غير زمحي ليه قلت له قيني عليك جالان وهو يقول كين شي راجل اخر في حياتك جاوبيني قلت له انت مالك ما شي من حقك تسوي قال لي يا جاوبيني بدلتيني اياك قلت له بدلت راسك وهو يقول لي يا تكوني لي يا مغا تكوني لحتى واحد في حياتك قلت له اياه ورا هدشي صحيح مغا نكون لحتى واحد عرفت يا جالال وخا تكون اخر راجل في الدنيا مغاداش نرجع ليك فهمت ودست ليان وجالال كله نهار نقز لي لطا ولا تقيل على القلب وواحد النهار كل عادة نشي الدوث نهاري في دار المتعة من لي جا يخرج ايهاب لقى جالال في الباب صدمت واش كان تابعني ايش بغى مني هو يقول له ايهاب شكون انت قال له جالال انا خطيبها قال ايهاب اه انت هو اللي اخد القرد من الشاركة ابغيت نشكرك بزاف قال جالال انا غنرونكم هذا باش بدلتيني حي تلبس عليه وكي اعطيك الفلوس وراكي معاه في الدار وبحودكم الشرفة العفيفة وهو يقول له ايهاب غاتمشي في حال كدابة ولا ندير فكش رعيدي قال له جالال لا غير دير نيت انا ضيعت حياتي باش نرجع ليكا اكرام وفي الاخر انتي بعتيني راسك لهادة وهو يجري عليه ايهاب انا تأكدت بلي رجالال ما كينش ومشيت للدار تم ما لقيت مميكا تسماني قالت لي يا بنت الحرام واش بها غات خرجي عليها لسيها شنو كاين قالت ايش كديري في الديور مع الرجال خرجتي الطريق قلت لي ها باش عرفتي قالت لي يا غات خرجي من داري يا بنت الحرام انتي ما بقاش ليك بلاسة هنا يا فهد دار الله يتبعك لبلا جالال جال الدار ودار لينا فضيحة اخوك خدش جنوي وحالف يقتلك اليوم ويقتل هاداك المدير ديالك ادخلت ضغياء البيتي وجمعت حويجي خاصني ضروري نمشيل عند ايهاب خرجت ضغياء وما شفتش موراي سمعتها مميمت بعالية دعاوي شديد تاكسي وصونيت الايهاب قال لي شنو قلت له عائلتي ساقوا الخبار اخويا حالف يقتلنا بجوج وقال لي يا انا ما خاصني مشاكيل حلي مشاكلك مع اخوك رأي لجا اخوك لدار عائلتي ولا المصنع غيشوهني وغتكون مصيبة قلت له هاد شي ماش يغرب عليك عرفت يا ايهاب انا خسرت كل شي وما عندي ما نخسر اخر عمرك تشوف هدلوجات مرة فرق قطعت عليه وخليته ما اللي وصلنا للمعقول الخلابية واحتى جلال ما كنتش عارفة بلي ره برهوش حتى لهالدراجة ما جعله بالي غطرق المحطة شوية كتبالي وحد المره غادة وفقدات التوازن ديالها ونطب الزربال عندها وشديتها قلت لي هالالا مالكي واش انتي لاباس ما كانتش قادرة تهضر جبت قرعة ديال ما كانت عندي وبديت كنرش عليها وكنحاول نشربها عيدت الإسعاف وما كانوش كيجاوبو وعودت عيدت لتسعتاش وقلت لي هون باللي لقيت وحد المره في المحطة مغيبة وباللي كانت تصل بالإسعاف ووالو قالوا لي يا غاي سيفطوها دابا وبقيت كنت سنة شوية توقف عليا البوليسي ديال المحطة قلت له هاد المره سخفات قال لي يا واش كتعرفيها قلت لولا قال لي يا هالإسعاف وصلت وانتي غدا تجي معانا الله يا ربي واش اللي قدم مساعدة في هاد الزمان غايو حال في المشاكل وما قلتش الله ومشيت معه وصلنا لسبيطار ودخلوها وبقيت كنت سنة والصراحة ما كنتش خايفة أبدا خرج عندنا الطبيب وسؤولوا البوليسي قال لي ما لها دكتور قال ليه طاح لها السكار وطالع لها التونسيون وهاد الورقارة القناها شدها في يدها مكتوف فيها ولدي ورقم التليفون وهو يقول ليه البوليسي مزيان غادي نتصلوا به قلت للطبيب واش ممكن نشوفها قال لي يا وخا دخلي دخلت لعندها وهي تقول لي يا شكون انتي يا بنتي قلت ليها أنا واحد البنت لقيتك طايحة في المحطة وجبتك لهنا وقالت لي يا الله يرضي عليك بنتي شوية تفتح الباب بالجهد ودخل منه واحد الراجل مخلوع وبدأ كيبوس لها في ايدها وقال لي يا واش ممكن نهضروا بره شوية وقلت له اها وخا خرجنا وحطي الدوف جيبه وجبد فلوس وعطاهم لي قلت له شكرا تهلا في الواليدة وسلم عليها وخليته مشيت رجعت للمحطة وداني منعاز شوية فقت على واحد كيجبد مني ساكي شفت فيه وبديت كنغوت وكنجور في ساكي وشوية وهو يجبد لموس وعطاني به لدراعي واحتى واحد مدها فييا يعتقني وبدأت الضربة كتحرقني وشوية بدأوا الناس كيتجمعوا عليها وجات الاسعاف وهزاتني مشاوا الفلوس ومشاوا الحواهج وكل شي داوني السبيطار وخيطوا لي يدراعي والنهار اللي كنت غادر نخرج فيه جاء عندي ولد هاديك المرأة وقال لي يا باللي رح سوول عليها في المحطة وقالوا لي هرانيت تضربت وداوني السبيطار اركبت معاه في الطوموبيل ومشينا وصلنا واستقبلتني المرأة قلت لي يا بنتي شنوق عليك قلت لي ها الدجريسيت قلت لي ها سميتي اكرام وما عنديش عائلة وما عندي فين نمشي قالت لي يا باللي نقدر نقلس معاها ولكن هي أسرات وقلست معاه وولدها ما عجبوش الحال وقال لي ها باللي رح نقدر نكون نصطابة والاشي حاجة الموهيم اعطاتني البيتة ديالبنتها وحويج بنتها اللي كانت يلا هتزوجات حطوا الماكلة وكليت ودخلت البيت ونعست الأول مرة في حياتي هنكون مرتاحة فقط في الصباح لقيت الفطور كين فوق الطابلة وقالت لي يا باللي رولتها كينوضي وجته وكينشي لخدمته قلت لي ها سافي من هنالفوق أنا لغا نبقى ننوض نوجد لكم الفطور قلت لي يا انتي هاد الساعة حاولي غير على دراحك ومن بعده دير اللي بغيت قلست نفطر وانا فرحانة وعندي شهيات الماكلة وهو يشي في بالي نزول مهنية قلت لي ها علش فارس ما تزوجش حتى لدابة قالت لي يا والدي الله يرضي عليه رك كان مزوج وطلق من صغره وهو واحد تعينه على بنت عمه كان كاي بغيها ولكن هي ما كانش كاي تبغي كان نقيل جالس حضا مدراس هيت سنة فيها وسالات قرايتها ومشينا نخطبوها لي وداروا العرس وسكنات معانا وكنت ديما كنت مع قواتها من النهار اللي وولفش تزوجه وما كانتش كتحمل لي يا الكلمة ولكن عمري ما قلت لولدي علي هاشي حاجة كنت بغاهم غاية راضا وواحد المرة عرف نبي اللي اراها حاملة وفرحنا بثاث ولكن هي لا احتلوا حد النهار واصلتها صحبتها ودخلات تنعس اعلابة لنابي اللي را الحمل هو اللي مفشلها صدقات مطيحة الحمل ثمانا وضوها بيناتهم وقالت له طلقنير انا ما كان حملكش وانا كان بغي واحد اخر وطلقها قلت ليها الله يرزقوه بنت الحلال اللي تسعدو هو ورا مرضي وغادي يعطيه الله على قدنيته ودازت اللي يام وولد راعي بخير اميه نياما مخلياني محتاجة من حتى حاجة اما فارس ما كيطلعش فيه عينيه واحد نهار فاق القاني في الكوزينة كنوجد الفطور وقال ليها صبح الخير رضيتها علي قلت له غنوجد ليك الفطور قال ليها انتي ماشي مجبارة تديري ليه اي حاجة انا را كنعرف ندير كل شي الرازي وانا نسوله قل ليها انت اش كتدير في الجامعة قال ليها كنقري استاذ قلت له انت عاش قال ديال القانون قلت له تبارك الله عليك قلت له واحد البنت كنت كان عرفها خدات قرد من شاركة وخلصاته ولكن نسبو عليها واعطاوها ورقم زورين واش تقدر تاخد حقها قال القانون لا يحمي المغفالين وشكون هاد البنت وشاف في يبتة معهم بحال لي راه فهم باللي كان هدر على رازي وقلت له واحدة كنت كان عرفها كمال الفطور دياله ونادم شاركة ودازت ليين وقالت عارفه راسي معجبة بفارس حتى انهم اللي كيخرج كنت تبعه بعينيه حتى كيركفته موبيلتو يوشي حفظت التوقيت اللي كيدخل فيه وكيخرج واحد النهار قلت نعلى العشاء وهي تسوني موهنية قلت لي يا فين وصلتي في قرائتك ابنتي قلت لي هاد تاسعة وهو يسوني هو ونجحتي فيها قلت له ايه قال لي يا ايدن را نقدر نسجلك في باكحر قلت له بالصح قال لي يا في شهر حداش كيبدأ تسجيل ونجدي لي يا لكات ناسيونال ونجيب لك بيها الوطائق وكل شي بلا ما تعد بنتي قلت را تسرقات لي قال لي يا ديكلاري بيها سير انتي والواليدة وغنتصل لكم بصاحبي في الكوميسارية وغي عاونك جمعت الطبلاء وقيت كان شوف فيه بطرف عيني اصدمت من اللي رقيته ما حييتش عينيه عليا كان غيوقف لي يا القلب ما تنفست حتى وقف واستأدم باش ينعس نادت ومهنيات نحس حتى هي فقت في الصباح ولقيت فارز موجد الفطور وقال لي يا را نهضرت مع صاحبي اللي في الكوميسارية غاتمشي انتي وماما اليومات ديكلاري باش يخرجوا ليك الكارت جديدة قلت له واخر فاقت مهنيا وفترات ومشيت انا بدلت حويجي وخرجنا وصلنا الكوميسارية واستقبلنا السيد اللي قال لنا عليه الفارز بقينا كنديرو في الاجراءات وقلسنا كندسناو ناد السيد وتعطن شوية وهو يرجع عندنا سوولاتهم مهنية علاش معطلينها والدي قال ليها غا نتسناو فارز يشيها الوالدة قالت له واخر بقينا كندسناو احتجا فارز ادخل معاه لبيرو واخر شوية خرجوا بجوج وقال مامي نوضي نمشيه بحالنا قالت له اش كاينة والدي اش واقع وهو يقول هدك السيد هد السيدة الوالدة عليها مذكرة بحث وطنية في قضية اختلاص قلت له كيفاش انا مدرت والو اقسم بالله ماما عافك ما تخليش عليها وهو يقول فارز خلينا نمشي وماما قلت له فارز عافك انا اش حال هادي وانا معاكم واش شفتي مني شي حاجة خيبة قال انا كنت عارف باللي موراك شي سر والصراحة اخر حاجة توقعتها انك تكوني نصابة سيري في حالك ونسعينا والضابط دير ليه التحقيق وانا كنت رحد كنت جاوب على هدرة وهدرة اخرى ما كنت نسمحهاش حسيت راسي من جديد بوحدي وسهل التحقيق وهو يدخل ايها قلت له معيتيش قال لي اش قلتلك انا واش قلتلك بدلي المدينة قلتلك غبري يومين في شوطي حيت خايف عليك انتي مشيتي هربتي وصديتي تليفونك اش كنت باغت ديري وشكون هاد الناس اللي انتي معاهم قلت له عافك خليني نعيش رك دمرتيني وهو يقول لي اي كرام ما تعصبينيش شوفي انا غندير لك الدار باسميتك وهكا غد ضد مني مستقبالك وباللي عمرك ما تلاحي عند عباد الله قلت له هاديك عمرها ما تكون داري هاديك رك داري متحة قال سمعيني انا تفارغت مع خطيرتي من نهار جا اخوك للشريكة ودار لي فضيحة بما وكل شي ثق الخبار واضطرين بنحبسه يعني ما بقى عليك حتى خطر وما عندك مناش تخافي رجعي عافك قلت له عافك انتا نبوس رجليك خليني فتقاه وهو يقول لي مستحيل طلبي اي طالب من غير ان انا نتفارغ معك انا ما غنخرش من هنا الا معك ولا رك غتبقي هنا وانا نقول لي ما زالك تهدد انا ما نقدرش هاد الشي رسميته زينة وهو يقول بسيطة لا تزوجه قلت له شنو؟ قال لي كيف ما سمعت اش قلت قلت له اش كتغدر بالصح؟ قال لي اه اه الا وافقتي غنخرجك من هنا دابة قلت له موافقة افرح وقال لي ايه دا غادي ندير الافادة ديالي باش نخرجك من هنا ما عرفت شعليش وافقت يمكن حي تتجاوز مرحلة الانان وما بقاش كي اقتر فيا الالم دياله والضرب والتعديد اللهم انضمون دار والزواج وفارس كان حلم زوين وضاعف لحظة سال الاجراءات وجا عندي وانا نقول له ممكن توصلني لدار مهنية نهز حوايجي قال واخا وصلني ايهاب لدار فارس نزلت وقال لي ما تتعطليش رانا كانت سنة حلات لي مهنية وغير شافتني تلاحط علي وعنقاتني ودخلتني ومشيت قلص معاها وقالت لي اشنو واقع بنيتي قلت ليها انا عييت امي قالت لي عاودي لي بنيتي وعاودي ليها كل شي ملو وحتل الخر واليوم را كيشفتي على عيني وهاهو تبعني حتل هنا ماشي حيتبغى فلوسه لا حيتبغى اني نرجع لدار المتعة وهي تقول لي امي هنية الله يا ربي كاهاد الشي انتي مازالة صغيرة على هاد المصاعد كيفاش قدرت تتحملي وهو يدخل فارس وقال سالتي من الكدوب اشجي يديري في داري خرجي برا قلت له انا عمري ما كدبت قال لي يا برا وهي تقول لي هم مهنية ولدي اكرام غدا تبقى معانا وججرني من دراعي بلا ما يدير الخاطر لمه وقال ما عمرك تعتبي باب هاد دار حسيت بحرقة في اعماق قلبي كنت كنت منا يتيق بيا بحيت التيقة ديالو كتهمني وحيت وليت كان بغيث مسحت دموعي ومشيت للطوموبيل ديال ايهاب وركبت قال لي يا علش تعطلتي قلت له را كنت غنزل عندك غير بقيت كنودع المرة قال لي يا عليها عينيك حمر قلت له ايه خلينا نمشي ووصلنا لدار المتحة ودخلت وهو فرحان بالثاب وعرفت طريقي هاد المرة بلا ما يجرني لي السرير ما عطيتوش علي اياش كيقلب وما غوتش وما توسلتوش حيت هو دك الشي اللي كان كيقلب عليه اكتشفت انه كيزيد النشوة بعدابي سبرت وهو كيزيد يضرب وانا ساكتة وصابرة شوية شدلي فعنقي وبدك كيخنقني حسيت عينية خارجة ونفس مقطوع حيت الروح كتطلع غوت غوتة وحدة وطلق مني وبديت كنكح بالجهد وكنشهق ودموع نازلين وكنحطي تدي على صدن وكنزيد الكح وهو ما جاي بلي اخبار واش غنزوج به ويقتني امري لله مع انه غيبقى في الحال الى متفهد البلاصة شغنقول لله باللي خفته وسيرته يا رب انت عالم بحالي امام مهنية بقات مصرة على ولدها فارس باش يجيب ليها اكرام وقاتلي هيك انت استاد قانون خسك تشوف كيفاش بدير تخرجها من هاد القاضية ومن بعد مشى فارس ودخل بيت اكرام افتح الماريو بقى كيشوف فيه القاهم كمشح ويجها وليحة فيهم بتليفون هزوش علو وبقى كيقرى المساجات وبقى كيقرى في المساجات اكرام فينك واش بغيتي تهربي مني انا غنديك لاري بيك وغندخلك الحبس إلا ما بغتيش تجيل دار المتعة كيف ما كتسميها انتي فارس قال دار المتعة خرجت من الدوش ومشيت للمراية وبقيت كنشوف ما عقلتش على راسي اعتارت تعديب باينة في عنقي وإلا بقيت شاد ضد ضد مع اي وإلا بقيت شاد ضد ضد مع ايهاب غادي يخرج عليا خاسني ندير داك الشيلي كيبغي باش يخفف عليا عذابه اولا غنصدق خارجه من هنا في تابوت والاول مرة غدا نعز في هاد دار سمعت الباب تحل ولقيت ايهاب جاي وجاي معه الماكلة وقال لي ايجي تاكلي قلست ناكل وقال لي ما تحاوليش تهربي ورخصنا نمشي ونجيبوشي حوايج هنا خرسين الدار باش تبقيت طيبة دي مهنا قلت له واخه قال لي عرفت يا اكرام دوزت وقت خايب بزاف من لي ما كنش لاقي وصولت قاعله وطيلات ووصيت قاع اصحابي وما كانش عندي حل اخر من غير انني نديك لاري بيك قلت له طيقتك شويش دليا في دي وقال اكرام انا را كان بغيك كلمة كان بغيك ما كان تعني لي وانه اش غايزيد لي هاد الحب دياله غايبرد لي هاد ضربات اللي كان ناخدهم منه ولا غايصبرني على عذابه كرهته ما بقات كتهمني حتى حاجة الألم فقط تصور وحتى واحد ما الدها فيا ولا حن فيا ممي اللي ولداتني وما حناتش فيا كيفاش غايحنو فيا الاغراض ممي خاسني نشوفها ونتحاسب معاها مادا ما بغانيش لا انا ولا اخوتي علاش ولداتنا بنحقي نحاسبها علاش ولداتني لهذا الدنيا ياريتني ما تزاديتش نطل بست حويجي وخرجت ورجليات داوني لطريق الطاق وصلت وبقيت متردى بالزافق بالمنطق ولكن دعمت خاصني نخرج هاد الفقصة اللي في قلبي ضقيت وفتحت لي واحد لمرة الباب ما كان عرفهاش قلت لي هاش كون انتي قلت لي هاش كون قلت لي ها ماما فين سعاد وعلال فين هو قلت اه كتقصدي السكان اللي كانوا قبل باعوا الدار واحنا اللي شريناها قلت لي ها باعوها وفين نشاوهوما قلت لي ها ما عرفتش اختي بعتوا انا كنشوف الدار اللي خلاها لينبه تباعتوا اسكنها واحد اخر ولكن الصوت اللي سمعتوا مورها هو اللي غريب جلال قل لي يا اكرام تلفت اللي عندو وبكل بورود سولتو فين مشات ماما جلال قل لي يا خرج عليها هادك علال بيها حدار واخد فلوسها وطلقها ومشدة وحدة صغيرة كيقولوا رمشات للعروبية قلت علال من اللي غدي نسالي مشاكيلي غدا نتبالا بيك وغدا نرد ضربة بالززع ليهو وهو يقول لي يا جلال بقى معدك ايها بياك بعجبينك فلوسه قلت له انت مالك يك بعطيني النهار اللول ولحتيني البديا بياكلوا لحمي ليش جيدة بقش باغي قل لي يا اكرام انا كنبغيك وندمان بزاف على اللوقع عافك لما انسيك واجي نفتحوا صفحة جديدة قلت له صفحة جديدة عرفتي ايش درتي فييا جلال وقيل لما عارفش انا غنعرفك انهار خديتي الدين عقلتي كانوا كيهدوني بالحبس والسيئيهاب مو الشاركة خيرني بين جسمي والحبس اكيد بعط راسي وما زالا مقابل انه ميدخلنيش الحبس وكيمارس عليها كل انواع التحديد وعريت لي عنقي قلت له شوف مزيان شوف حبي ليك فين وصلني للجاحين وانت استجالال جاي بكل بساطة كتقول لي اينا رجعه وننسى قاعدك شي اللي داز عليها بسبابك انت كتطلم مني لمستاحيل ابقى مصدوم وما انطق بحتك الماء وانا خليتو مشيت وصلت لدار المتعة ولقيت ايهاب شاحل قال لي يا فين كنتي قلت له تهدل مشيت نظور دارنا قال لي يا وعلاش ما طلبتيش الابن قلت له علاش مالك حابسني ولا يا قلسة هنا بخاطر حسيت بيه التطلق من لي قلت لي هادشي بحال لي حسستو انني باقة بغنبقى معه وما قلساش بزز مني قال لي يا خفت عليك ومن هنا لفوق بقيت علميني وصافي اجي فين هو التليفون اللي جبت ليك قلت له تلف لي يا قال لي يا صافي انا غنجيب لك واحد اخر غابقى على خاطرك ودازو اليام وايهام ما جبتش لي حسن زواج من داك النهار ايش غاهدير بشي زواج وانا راني معاه دوزت نفس العذاب اليومه ومشى للشاركة في العشية وانا بقيت قال ساكن تفرج في التلفازة شوية سمعت الدقان في الباب وقلت يكون داك الزمر نسى السوارت قلت شكون وهو يقول لي انا فارس قلبي درب بالجهد فارس؟ علشي وكيفاش حتعرف طريقي حليت الباب وشاف فيا بصدمة وشاف في عنقي وقال هو اللي دارليك هكا قلت ما نعرف نقدر نكون كان كدب ولا بغى نصب وقال لي هادي هي دار المتعة كيفاش حتعرف هاد المصطلح وانا الوحيدة اللي كان قوله قلت له شنو بغيت يا فارس؟ قال لي انا غادي نعتقك منه اجي معايا قلت باللاتين بدل حويجي وغنجي معاك بدلت ضغيح ويجي ولحت الاخرين بسرعة وخرجت عند فارس اللي كان كيتسنه حتدخل ايهاب قال لي فين غا تزيد؟ قلبي كان غا يوقف من اللي شفت ايهاب جاي ماشي وقته قال فارس انتا باي حق حابس هاد البنت؟ ما هي مراتك ما هي اختك؟ وبالآثار ده هاد تعديب اللي فيها انقدر ندخلك للحبس وهو يقول ايهاب اكرام دخلي للبيت ولا رك عارفه اش غا دين دين؟ قلت له ما غاداش ندخل وإلى بغيتي تدخني للحبس دخني تعصب وقال اكرام انا غا نحاسبك على هاد الهضرة ولكن من بعد وهو يقول له فارس انا ما غا نخرج إلا وإكرام نعايا وجايهاب الجيهتي وبدك يدفعني للبيت فارس عطاه بالبونية حتى طح الارد وهو يقول لي يا يلا هيدغيا خرجنا بالزربة وركبنا في الطموبيل ما شفتش فيه وبقيت ساكتة طول الوقت حيت حتى واحد ما غادي حس بيا في هاد الدنيا مهما شكيت وعاودت قررت انني بمجرد ما نتخلص قانونيا من هاد القاضية غادا نسمح في كل شي وغا نمشي بعيد وما غا نعرف حتى شي واحد ولا نعطيت يقتل شي حد المهم هو أنني نعيش وبلا مشاكل وهو يقول لي يا فارس عاودي لي يا من لوين قال لي بغيت نسمع منك قلت له الدنيا كلها كتدرف فيه خديت من نور وراق كلهم ولكن اكتشفت باللي غير كي يكدب واعطاني غير الأوراق الفرعية بحالي لعمر لي خلصت الدين وهو يقول لي يا فارس الوراق ما زالين عندك قلت له لا تصرقه مع الساكد يالي وهو يقول لي يا كان ممكن نبرأك بيهم ولكن معليش نشوفو حاج اخرى وصلنا من بعد طريق طويلة نزلت لقيتها كتسناني ومشيت عنقتها بالدمور قلت لها ماما سمحي لي يا قالت لي يا سمحي لي يا انتي كان عليانش الدك داك النهار دخلت لبيتي حليت الماريو باش نبدي نحويجي وبين لي يا البورتابل اللي جايب لي يا المسخوط ما كانش ولكن قلت فين غايكون مشا زا ما يكون خداه فارس وبيه عرف دار المتعة خرجت من البيت ولقيت فارس قالسك اقرف واحد الكتاب سدوه شاف فيه وقال لي يا قلسي قلت له وبغيت نسوه لك قال لي يا تفضلي كيفاش عرفتي فين انا وعرفتي الدار وكيفاش عرفتي اسميتها دار المتعة بتاسم وحنا راسو ويقول نبداو بدار المتعة تليفونك راه عندي وقريت فيه المساجات اللي كان كيسا يفطلك واللي كان كيهدك بيهم وتم ما عرفت دار المتعة اما كيفاش عرفت بلاستك مشيت الكوميسارية وجبت الاسم والعنوان ليل السيئيها ومشيت لعندول الشاركة وبقيت كان راقبه وتبعته احتجل الدار خليته احتخرج وجيت دقيت عليه قلت له بغيت التليفون قال لي يا إلا بغيت نفكك من ايهات تليفون خلصو يبقى عندي المساجات دالي المهم في القادية تيزازو ما غاديش يدوز عادي وبيه غنقلبو عليه هالقفة قلت له واخا شكرا لك فارس بالزاف فقت في الصباح ونطنشيد نوجد الفطور وفاق فارس كيتكسر وشاف في يو بتاسم واش هادا اللي كان ديما مغوبش فوجهي وقال صباح الخير قلت له صباح الخير أستاذ فارس شاف في يو ضحك هاد المرة بالجهد ماشي غابتي ثامة وقلت له واش قلتش حاجة غلط قال لا أبدا غير الرسميات ما كين لاش نتعاملوا بيهم قلت له مهما كان العين عمرها مغت على على الحاجة قال لي يا عمرك تقلي من نفسك ربما تكوني انتي أعظم مني عند الله وفي الحقيقة انتي أعظم مني أنا كنت ضعيف من أول مشكلة واجهاتني في الحياة استسلمت ولكن انتي لا كنت قوية حتى اللخر اش هادا؟ لا ري غنسخة هنا دابا اكتشفت أنني عمري مبغيت جاهلا وأنه كان فقط غير ملادية ومهرب من الضروف اللي كنت عيشها في داري ولكن دابا أحاسيسي مختلفة كنحس بتفاعل في الأعماق دل قلب ديالي ودازو شيئيابات وقلسنا نتغدا وكننا ضحكين وفرحانين شوية حتى سمعنا الصنات للباب ناد فارس مشحل الباب وقال بوليس وهو يقول له الضابط سي فارس لبس عليك وقال له الحمد لله هسيدي كان شي مشكل؟ قال له الضابط غتسمح لينا ولكن معنا ضبط واحضار المدعوة الكرام أنا سمحت اسميتي ونقصت من بلاستي ناري غيكون إيها بدارها عود تاني ما غيت هالنحة نقتل راسي هو يقول فارس نقدر نعرف علاش قال له الضابط جاري ما تقتل قلت جاري ما تقتل هي يلي كانت باقة مطاحت لي على الراس وقال فارس ما تخافيش غانجي معاك ونخرجك قلت الشي اللي بقى ليك إيها دخلتيني في جاري ما تقتل باش تبزز علينا ارجع عليك وصلوني لكوميسارية ولقيت فارس وصل معايا ومع الدخلة بقى كل شي كي يسلم على فارس معروف بينت لي واحد البوليسية سلمات عليها قلت شد دراسك راكي في موصيبة وانتي مقابله شكون سلم على فارس ادخل معايا للتحقيق وانا ما فاهمة والو وقال نقدر نعرف علش اكرام هنا انا اللي غنوب عليها في التحقيق قالوا الضابط سي فارس احتراماتي هادي يومين في واحد زنقة شمو الجيران ريحة ماشي هي هادي واتصلوا بالبوليس ومن اللي مشينا لقينا السيد مقتول تقريبا كتر من اسبوعين بعد ما درنا البحث ديالنا لقينا اثار ديال مرافي ديكتار حويجها واحتى بصاماتها وهاد السيدة هي اكرام قال فارس هاد السيدة سميته ايهاب وهو مول شركة الملابس الجاهزة قلت شنو ايهاب مات كيفاش مات شكون قتله الضابط قال فين كنتي فوقت الجريمة وايش كنتي كديري في درسي ايهاب قال له فارس سمعني يا سيدي اكرام كانت خدامة عند ايهاب في المعمل وكان كيبتزها مقابل استغلاله لها جنسيا احنا كنا غرفعوا عليه دعوة بهات الشي وانا بقيه ديلي فكيتها منه وهو يقول الضابط سي فارس انت عارف مزيان ان هات الشي كيدينها ماشي كيبرقها ممكن هات الشيكون دافع للجريمة وممكن تكون حتى انتا نشارك معها علاش الله وهو يقول فارس اكرام بريئة وغان تبتو هات الشي وقال الضابط يستحسن هات الشي حيث تقع القديلة ضدها شاف فيا فارس وشدليا في ايدي وقال ليا متخافيش انا غانبقى معك هنا حتى تخرجي في ايدي وهو يقول ليا واش عرفت ياش كنت باغي نقول لك قلت له شنو قال ليا تزوجي بيا قلت له كيفاش قال ليا كيف ما سمعت انا كان بغيك اكرام وباغي نزوج بي قلت من ظهري اللحظة اللي كنت كنت سناها غدا تكون في الكوميسارية وانا مش دودة في جارمة قتل وقلت الفارس غا تقبل تزوج بوحدة عندها ماضي بحالي قال ليا انتي اشرف وحدة شفتها لوجه الارض وانا عارف ركي غير ضحية وغادي نعوضك على داك الشي اللي شفتي وكان واعدك غنخرجك من هنا ونديرو احلى عرس ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر